اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان فاذا انا اتكلمت عن هدم الكنائس او اضطهاد الكنائس او قتل المسيحيين وعبر التاريخ انا ذكرت في تركيا لا ننسى القرن الماضي مذبحة الارمن والسريان راح فيها اكتر من مليون ونص وبرضو كان في سكوت من العالم الهدف طبعا انا مش هدف سياسي ولا ديني في هذه الحلقة الهدف طبعي انه عاوز ان الكنيسة او المسيحيين يؤمنوا ويفتخروا بيسوع المسيح قال رسول بولوس واما من جهتي فحاش لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم وقال ايضا في روميا 1.16 لست استحب انجيل المسيح لانه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن وقال ايضا من افتخر فليفتخر بالرب